ترجمة نانسي قنقر ولكن تقديم الحلول وطرح البدائل يبدو خافت بدرجة كبيرة جدا فعلى مدار عقد من الزمن كنت أقرأ هذا في السطور فأتيحت لها فرصة أن أذهب لهذا المكان باتصال وتواصل مع الهيل الأحمر القطري الدكتور خالد دياب اتصل وقال يعني الهيل الأحمر ينفذ مشروع في غرب ضرفور بناء على تفقية الدوحة للسلام ونحتاجك أن نتشارك وأن نقيم هذا المشروع وأين هو وقف وكيف أثر في المجتمع في غرب ضرفور هذا القرار كان بالنسبة لي يمثل فرصة الاختبار ما أقتنع به أنا أقتنع أن هناك بدائل لسنا مجبرين أن تكون ضحايا أو قاتلين فكرة السنئية هم أن تكون مجرم قاتل أو تكون مستسلم خانع هل هناك بدائل يمكن أن تنقل مجتمعاتنا إلى مساحات أفضل من السلام والوئام فكانت هذه المحطة بالنسبة لي أول محطة ميدانية الاختبار ما أقتنع به هل ما أقتنع به أن تأمي العالم الأحلام ولا يمكن في دنيا الناس أن نراه على الأرض فكان القرار بلا تردد أن أتحمل هذه التجربة وأن أستفيد من هذه الخبرة واستدعى ذلك أولاً إعداد مكتبي هو أن أفهم هذا الإقليم ما طبيعته كيف يعمل هذا الإقليم ما سبب هذا النزاع يعني أول سؤال كنا تعلمنا كثيراً في مساجدنا وفي مدارسنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة أن كوننا مسلمين كافي أن نتحد عندما أقرأ عن إقليم درفور إقليم مئة في المئة مسلمون ومالكية وزوت دي صوفي وأيضاً إخوانا في السودان الكل غالباً في الشمال أيضاً مذهب مالكي وأيضاً على صلاتهم بالدين إذن أين النزاع يعني إن كنا ندعي أن الدين كفيل أن يوحد الناس فلماذا النزاع يشتعل في هذه المنطقة ويصل إلى شيء من الاحتكاك والألم الكبير جداً كل هذه التساؤلات بدأت أحاول أصنع فيها مقاربة تساعدني عندما أذهب للميدان أن أخرج بأكبر فائدة من هذا المكان الذي دفعاني للكتاب بعد أن عدت هو حجم الأمل الذي تملكني وحجم الإعجاب بهذه التجربة العربية الأفريقية التي من ساسها إلى رأسها أسست في ظل اتفاقية الدوحة للسلام في العام 2011 هذه الاتفاقية الوحيدة التي ناجحت بعدما فشلت عشر اتفاقيات سابقة اتفاق نفاشة واتفاق القاهرة واتفاق أبوجة وغيرها من الاتفاقيات هذه الاتفاقية صمدت إلى الآن وحققت نجاحات وفق ما رأيت في غرب ضرفور كفيلة أن نتكلم عنها كباحثين رأوا نتاج هذا الأمر ما رأيت من قصص يعني ساعات أبكاني وأفرحني وأعطاني دفعة من الأمل رغم أن هذا المكان يبدو للمشاهد والسامع والقارئ أنه مكان يعني مظلم مكان مؤلم دماء وأشلاء ولكن يبدو أن الأمل يبزغ من هذه الأجواء الناس بعدما تعبوا من حرب وجربوا السلاح يعني وصلوا في النهاية أنه لا يمكن لأحد أن يفني أحدا هذه المسلمة أحيانا نصر فيها دماء وأشلاء حتى نصل إليها الناس بعد الصراع الذي تفجر في 2003 و2002 بهذه الحدة وصلوا إلى الآن أنهم يحنون إلى السلام يحنون أن يجلسوا مع بعض من بعض يشربوا كوبا من الشاي مثلما كانوا من قبل ولكن العودة لهذا الأمر إلى السلام إلى الوؤام يستدعي وسطاء يستدعي أناس يديهم بيضاء تحتاج إلى أن يعملوا بإخلاص شديد ما تم في تفقية الدوحة وأنا دارس لفضل النزاعات كان عملا به أجزاء غير مسبوقة عادة في فضل النزاعات الدول لها أدوات ضغط حركات متصرعة تجبر أحيانا على السلام الحركات لها مطالب مشروع وأيضا لها مصالح تسعى إليها كيف تجبر المتخاصمين أن يجلسوا على طولة واحدة ويقفوا الدماء الحركات كثير منها طبعا كان يرفض أن يجلس أو أن يتحاور دولة قطر قدمت نموذجا جديدا أنهم استقبلوا كل الفاعليات أو الأشخاص الاجتماعيين شيوخ القبائل والعشائر وأصحاب الحظوة في ضرفور الذين يرغبون في السلام كل من يريد السلام جاء به قطر إلى الدوحة طيلت شهرين من التواصل والنقاش طبعا الاتفاقية أخذت جهة ديكابير جدا لكن أصبحت الحظوانة الاجتماعية تجنح وتميل إلى السلام في ضرفور هذه الحظوانة الشعبية ضغطت على الحركات بعضها استجاب لهذا النداء وبدأ تدفق المساعدات كي تنتج مجتمعا جديدا النقطة الأخرى المبدعة في هذه الاتفاقية وهذه الاستراتيجية أنه تم إخضاع كل مشاريع العمل الخيري من أجل أن يعود الناس إلى السلام بمعنى لا يمكن أن يبنى مستشفى في قرية إلا إذا تصالح أهله وتوافقه أن يعملوا سويا بعض الدول الأخرى وحتى الغربية صنعت مجمع رأيته بعيني كبير في أحد القرى ضخم جدا هذا المجمع مجهز بمليارات الدولارات في حفظ الافتتاح قتل عشر أفراد لأن القبائل مشتبكة كل قبيلة تقول من له حظ أن يقص شريط هذه المستشفى في مشاريع التي قامت بها قطر والأحمر القطري كان البدء بصنع التماسك الاجتماعي لا بد أن تتحور القبائل ويستشاروا في بناء هذا المشروع يريدوه أو لا يريدوه فما تم في ضرفور ورأيته أنه تم إخضاع كل المشاريع الإنسانية لكي يكون له هدف واحد أن يعود الناس إلى السلام كما كانوا من أحد القصص التي ألهمتني وسجلتها مع قبائل الرعاة إهلال الأحمر القطري أراد أن يحفر طرفولي ساموه حفير بئر ومنطقة طبعا ضربها الجفاف بشكل حد جدا وطبعا نتكلم عن الرعاة نتكلم في آلاف الرؤوس من الأبقار تجد فلاح واحد بس الأوراع واحد عنده آلاف الرؤوس من الإبل أو البقر أو الغنم مع الجفاف يحتاج إلى بئر مياه فبالنقاش مع لجنة الأحمر فقالوا لهم سوف نصطع لكم بئر في هذه القرية طبعا طبيعي أن يتهلل أو أن يفرح الرعاة بهذا الخبر فشيخ القبيلة أو يعني مسؤود الرعاة رفض هذا البئر قال ما نريد بئر يا عمي المنطقة فيها جفاف أنت أحتاج إلى بئر رفض قال إذا صنعنا البئر في هذه القرية على المشارف القرية نحن في أزمة كبيرة جدا سيتحول هذا البئر من نقطة لسقيا الناس إلى نقطة اشتعال ونقطة حرب في هذه المنطقة إذن ما هو الحل قال لهم أولا البئر نحن أصل النزاع في ضرفور حتى قبل الأمر السياسي النزاع أصل بين الرعاة والمزارعين لكنهم عاشوا قرون من الزمن متجاورين وسعداء ما الذي حصل لما جاء الجفاف إلى هذا الإقليم وضربها بشدة القبائل طبعا المزارعة تستقر في القرية وتزرع المزرعات قبائل الرعاة تتحرك خلف الكلئ والماء مع العطش تتفلت هذه الأبقار تتفلت هذه الإبل طبعا تتفلت تتكلم مثلا لو تفلت ألف جمل والألف بقرة على قرية تنتهي فيبدأ الاشتباك ما بين المزارعين وبين الرعاة ويبدأ الصراع فشيخ الرعاة رفض أن يصنعوا بئر قال إذا صنعنا بئر بجوار القرية سوف تأتي الأنعام والإبل وتهجم على القرية والصراع يتجدد ثم هناك نقطة أخرى منطقة أررة التي كنت في زيارتها على حدود تشاد في أقصى حدود غرب السودان قال إن وجود بئر في هذه المنطقة مع الحركة الدولية للهجرة الأبقار والأغنام ستكون موطن لانتقاد الأمراض للحيوانات فأسقط في هذه الهلال الأحمر يعني نريد أن نصنع بئر المستفيد يعني وضع رأسه برأس الهلال وينتلاقش مع الناس بكل أريحية وهذا الذي أعجب الأهالي أخبروني شخصيا أن المبادرة القطرية هي المبادرة الوحيدة التي تسألنا أولا ماذا تريدون أن نصنع لكم من المساعدات في هذا الإقليم قال لهم إذا كان لابد من البئر يصنع على بعد عشر كيلو خارج القرية حتى إذا جاءت الإبل تمر بعيدا عن أماكن القرية وحتى لا تنتقل الأمراض بين الإبل بعضها البعض ما يحتاج الفقراء في درفور ليس الإحسان ما يحتاجونه هو الكرامة والعدالة لهم ليسوا بحاجة إلى مساعدات ولكن إلى حاجة إلى أناس يقدرون كرامتهم وأن لهم رأي يحتاجون أن يؤخذ به حتى يشاركوا في هذه العملية حتى لوطي الأختي والكتاب مليئ بالقصص الحقيقية التي تصلح أن تكون أفلام وروايات حقيقية لما تحصل من تحول أكبر النماذي قبلت أحد أعضاء حلقة التمرد السابقين مقاتل شرس ويعني شخص عملاق وطبعا أهل درفور يعني ربنا أعطاه بساطة في العلم والجسم وناس كده عمالقة ويعني وأسمعهم كلها آدم 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 فإذا رأيتهم تذكر سيدنا آدم وكأنهم ليس هناك مسافة ما بين آدم الأول وآدم وآدم الذي تراه أمامك فطلبت من مسؤولي الأحمر أن ألتقي بأحد المتمردين قال لي أنت مش نوي ترجع بقى قطر وقال لي أحنا جايين ورزونا على الله نعود أو لا نعود فقال لي خلال سنتلقي بالشيخ نصر الدين قلت له ممتاز فيعني تحركنا إلى مكاني طبعا وإذا شخص يعني قوي البنية ولكنه بشي الوجه فقلت له وأصبح هو الآن نصر الدين المقاتل السابق أصبح هو مسؤول لجنة بناء السلام في قرية أرارة فيعني خلق جديد فعلا وإلهمني اسم الكتاب رجل مقاتل فقلت له بقى حكي لي بالضبط عاوز أتعلم كيف انتقلت من الرصاص إلى الغراس كيف انتقلت من شخص مقاتل يسعى للدماء والقتل إلى شخص أنت حريص على أنه يمس أحد في هذه القرية فعلا بالجلوس معاه قال لي يعني بعد عشر سنوات من الصراع ومن القتل قال لي أصرت فيها حادثة هزتني هزا شديدا قلت له حكي لي قال لي إحنا من قبائل المزارعين يعني ودائما الرعاة يعتد علينا وكنت يعني لقوا بالي بما يحصل ولكن في أحد الليالي هجمت يعني قطيع ضخم من الإبل على حقول الكركديه محصول رئيسي في درفور الكركديه وللأسف الإبل تحب الكركديه جدا كتترك كل الأشياء وتأكل الكركديه والمزارع الدرفوري مسكين يقل ست شهور عشان ينتظر المحصول السمسم أو الكركديه وصاحبنا بالإبل في ساعة واحدة يصبح المكان خرابا يا بابا مع تكرر الحوادث بدأ المزارعين يجيبوا سلاح قال لك لا اللي يقرب من هنا تقطع قدمه سواء كان إبل كان بقر فأي حد يقرب من المزارع لابد أن يقاوم ففي أحد الليالي فعلا هجمت هذه الإبل وحصل اشتباك ضخم جدا ويعني القبائل اشتبكت وكان طبعا قال أنا رجل من قومي خرجوا بالسلاح قتلوا عشرة من الرعاة وأصروا طبعا عدد ضخم جدا من الإبل وبدأ النقاش درفور طبعا إقليم كبير له تقاليده الراسخة يعني مملكة إسلامية رسينة أكبر أماكن السودان في حفظ القرآن وعندهم تقاليد لفض النزاع اسمها الجودية فجلسوا للنقاش وقاتوا بالراجل صاحب الإبل اكتشفوا في النهاية قال أن الرجل صاحب الأبالة سموناك الإبل الرجل يعني جاء يبكي قال والله الإبل تفلتت أنا لم أقصد أن أهجم على مزارع المزارعين ولكن لم أملك السيطرة على ألف بعير عاطش يعني العاطش يموتون من العاطش والجوع فتفلتوا منه وفعلا يعني دازلوا في أرض المزارعين وبدأ الاشتباك فقال وجدت أن إحنا لو تحققنا وتسبتنا كان يمكن أن يعني نوفر الدماء الكثير التي أسيلت في هذه المعركة فطبعا الأمر لم ينتهي الانتقام يؤدل للانتقام فما كان من المزارعين إلا أنهم جهزوا لمعركة أخرى أشدوا ألما وانتقاما من المزارعين والكرهية عمياء لا تبصر والانتقام لا عقل له والمحبة حكيمة وعاقلة فالمزارعين أرادوا أن يعلموا الرعاية يعلموا المزارعين درس فجاءوا في صلاة الجمعة وللأسف وحاطوا المسجد بالمقاتلين وأحرقوا المسجد وقتل من في المسجد وحتى من خرج ناجيا كان يطلق عليه الرصاص فقال نصر الدين تفكرت مع نفسي ما لم نوقف هذا النزيف هذا الراعي لم يكن متعمدا وهم انتقلوا وهم قتلوا منا يعني انتقاما قال فعلا مع نفسي أول شيء عملت انسحبت من حركة التمرد كان قائد أنا أصبحت جندي عادي بعد شهرين بقيت أغيب عن المعسكر الشهر التالت توقفت تباما على أن أشارك في أي معركة قلت له طب الحد الآن كويس لكن أنت تتحول من مقاتل بقى لصنع السلام هو هنا الأكشن إيه اللي حصل في الخطوة اللي بعدها فقال لي يعني ذهبت إلى الجنينة وهي عاصمة غرب درفور كان هناك محاضرة أو ندوة للقبليين عن طرق بناء السلام فقلت أسمع لكن ما قدمته المبادرة القطرية أنها استخدمت الموروس السقافي الدرفوري في بناء السلام وهذا الفرق بين التجربة العربية القطرية الأفريقية وبين التجربة الغربية يعني ألتقيت بمؤسسات كندية وأوروبية يأتون إلى الناس وكلام جميل يعني الإنسان أخو الإنسان وكل واحد يحب أخي الإنسان وإحنا كلنا بشر وكلنا الآدم الكلام جيد جدا لكن بعد أسبوع اللي كان حاضر المحاضرة تجدوا مقاتل في الميدان فل كانوا تحجبون يعني الناس جلس مع بعض يعني فل الفل في الفندق لكن عندما يعودون إلى محاضنهم الطبيعية يبدأ الاشتباك ففعلا سألني أحدهم قال في نظرك هو كان من السويد ليه الناس تعد العنف قلت له أولا أنكم تعالجون فقط المشاعر لكن لم تعالجوا الوجدان الوجدان لم تعالجوا الأفكار الأفكار الموجودة في منطقتنا تحتاج إلى مفكات من داخل المنطقة فقال للديني مثال قلت له مثلا عندما تكلم الشاب المسلم أنه يعني يتحب مع كل الأديان ويتواصل معها وأنه النبي عليه الصلاة والسلام ورسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الشاب البسيط دخل أحد المساجد وقدر أن يلتقي بخطيب يعني لم يراجع أفكاره أو يعتبر يعني هذه الآية هي قاعدة لأن نكره الآخرين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولنصارى حتى تتبع ملتهم طيب ويعتبر هذه الآية مدعان القطيع والكراهية مع الآخر المختلف ضبط هذا الفكر سيحتاج إلى ترسانة فقهية وترسانة في القرآن الكريم لن يجدها في كتب فولتير فولتير مهم لكن نحتاج إلى قراءة أخرى من داخل المنطقة تجعل الناس يجنحون إلى السلام لا أطل عليكم هذه التجربة أدعوكم أن تطلوا على الكتاب فقد سجلت في تجربة الرعاة الذين جنحوا للسلام تجربة نصر الدين الذي ترك السلاح وبدأ في الغراص أختم بتجربة رأيتها صغيرة ولكنها ملهمة أن إعادة بناء السلام يبدأ ولو بشيء قليل لما بنى الهل الأحمر القاتل لمدرسة في هذه القرية يشترى الشرط واحد أنه لابد أن يكون الصف والفصول للطلاب من أبناء القبائل المتنوعة ممنوع يكون صف واحد لقبيلة واحدة وبالتالي بدأ تربية الأطفال على أن كل طفل يجلس مع القبيلة الأخرى حتى مع الوقت إن شاء الله ينسج السلام وتبدأ الوآم شاكر استماعكم ونكمل مع رسول محمود إن شاء الله نشكر الأستاذ ياسر الغرباوة على هذا العرض الشيق الممتع لتجربته في إقليم دارفور وندعو الأستاذ مختار الخواجة للتعليق بعيون سودانية على هذه التجربة التي خضها الأستاذ ياسر الغرباوة وعلى الكتاب الذي نتج عن هذه التجربة فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدة وزير الثقافة دكتور صلاح منغاني العلي سعدة سفيرة جمهورية السودان سيد فتح الرحمن علي السادة الأفاضل الحضور الكرام تحية طيبة وبعد كتاب دارفور خلق جديد كانت تجربة مميزة بالنسبة لي لعوامل متنوعة بداية لأستاذ ياسر الغرباوي صديق وكان حدثني سابقا شفاهة عن هذه التجربة ثم عرض عليه الكتاب لاحقا وأشركني في مراجعته فامتننت جدا لهذه المبادرة من قبله وأنباني أنه أيضا أشرك كثير من السودانين في هذا الأمر إذن الكتاب بالنسبة للسوداني سيكون منقحا بعيون سودانية كثيرة وليست عيني وحسب الذي يستوقفني في كتاب السيد ياسر الغرباوي أنه ليس عكسا فقط للتجربة القطرية في بناء السلام في دارفور وهي تجربة ناجحة لعوامل كثيرة أسب في سردها الأسترقب لقليل لكنه يقودنا لأسئلة كبيرة تتعلق بفهمنا للقيم والأخلاق ودوافعها وعن دور الثقافة في تأسيس الأفكار الخلاقة على الأرض فشعار هذا المعرض الدوحة عاصمة المعرفة والوجدان الثقافة في لغة العرب معرفة ووجد أي قدرة يتلو ذلك كله الوجدان يتلو ذلك كله الفعل على الأرض والثقافة كذلك هي التثقيف أي التهذيب والتشذيب والتقويم ويتنتمد دلاليا أيضا إلى حقولة تتصل بتشذيب الأداة وتتصل كذلك بالبحث والإيجاد إذن إن القضية لا تقف فقط عند أن نجد المعلومة ولكن أن نتجه إلى الأرض ونمحث فيها ثم نشذب أدواتنا ونواصل بحثنا والحقيقة أن دور المثقف بعد تحصيله للمعرفة اللازمة يتم بهذا الأسلوب الذي اتبعه الأستاذ ياسر في هذا الكتاب أن ينتقل إلى الأرض حاملا أفكاره فاحصا إياها في مختبر الواقع من السهل أن نتحدث فعلا عن السلام من السهل أن نتحدث عن المساواة والكرامة والعدالة لكن بدون مشاريع على الأرض تجسد هذه القيمة وتتفاعل مع كل الخصائص المحلية للأماكن التي نعمل فيها والمجتمعات التي نعمل عبرها وفيها سيكون الكلام كلاما بالسودان كلام ساكت هذه الحواجز كلها تجاوزتها المبادرة القطرية للسلام قفزت المبادرة فوق كل الأديولوجيات والثرثارة والشعارات قفزت فوق قضية التهميش وذهبت لجذور القضية جمعت أصحاب المصلحة وجعلتهم مطلعين ضامني للاتفاقية الدوحة إذن أصبح السلام محروسا بأصحابه هناك على الأرض بنصر الدين وآدم صابون وآدم وما أكثر آدم في كتاب الأستاذ ياسر أصبح محروسا بهؤلاء محروسا لأنه أصبح أيضا ماثلا في هذه المشاريع أمامهم أصبح ماثلا أمامهم عندما التقى شيخهم بسعادة الوزير أحمد آل محمود عندما زار الدارفور وجلس مع الناس في خيامهم والناس إذا رأوا رجلا من محتد كريم نهيك عن المنصب ورفعته لكنهم إذا علموا أن رجل من محتد كريم وأرومة كريمة ووافد من قوم كرام أكرموه فهان عندهم كل شيء بعد ذلك لكن يبقى أيضا أن يسوج الصلح بما يحرسه ويضمنه ويكفله لأن أصحاب المصلحة الحقيقية يجب أن يشعروا أن الصلحة هو صلحهم لهم ومستمر من بعدهم حتى يشعروا بالأمان والاطمئنان مجددا أعود إلى مسألة أخرى تتصل بالقصص والتجارب التي عاشها الأستاذ ياسر يتوقفني أمر فني لطيف في كتاب الأستاذ ياسر وهو عدم الإغراق في التفاصيل كثيرا أعني أنه ذهب هناك بهدف محدد لم يحد عنه قيدة ملة في الكتاب لم يمنع هذا لم يمنع هذا من سرد التفاصيل بشكل شيق ومميز ولكنه مع ذلك استهدف نقاط محددة فجاء كتابه متزنا مسليا ممتعا فيه ملامح كثيرة من أدب الرحلات بقي أن نقول أيضا أن علاقة المثقف المصري بالسودان كبلد تحتاج إلى نماذج من الأمثال الأستاذ ياسر ليكمل مسيرة أمثال يوسف الشريف وميلاد حنة الذين أحبوا السودان بصدق ودرسوه إنسانا لا سياسة واقتصادا ونيلا وحسب لما درسوه إنسانا وبيئة وثقافة وشعرا وحياة يومية والنماذج كثيرة لكلام ميلاد حنة عن معمار السودان وثقافته والكلام أيضا كثير عن يوسف الشريف وكتاباته المميزة عن السودان بقي أن أختم بالقول كي لا أطيل قديما في بورسودان في مدينتي في السودان في إحدى إجازاتي وأنا تربيت هنا في الدوحة على كل حال استمعت لأغنية وأنا صغير السن من تراث دارفور غناها مغنم من شمال السودان يسكن مدينتي كذلك كانت تقول القمر البضوي في مبلاني بالنجوم مدغني يا سمار السعادة لنا الدوم فلنتمنى لأهل دارفور جميعا السعادة ولنتمنى أيضا أن تتكرر التجربة مجددة في أماكن أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر